السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الاعزاء سنقول اعدادي اهلا ومرحبا بكم يا رب تكونوا بخير في حلقة النهاردة هنتعرف ازاي نجيب الدرجة النهائية في امتحان اللغة العربية سنقول اعدادي الترمي الاول وهنحل كمان مع بعض محافظة الاسكندرية من كتاب الامتحان تعالوا مع بعض نبدأ الامتحان واول سؤال بيجي لنا في الامتحان التعبير وبيجي لنا تعبير وظيفي اللي هو يلافتة او برقية والتعبير الابداعي وده موضوع تعبير وهنعرف ازاي دلوقت نجيب الدرجة النهائية في التعبير الوظيفي والتعبير الابداعي معانا ورقة الاسئلة وورقة الاجابة لانك في الامتحان بتحلف ورق خارجي فاول سؤال عندي اولا التعبير في ورقة الاجابة اكتب له اولا التعبير السؤال الاول ده اجباري اللي هو التعبير الوظيفي اللافتة او البرقية بيقول لنا اكتب لافتة ارشادية تحث فيها زملائك على مزاولة القراءة في اوقات فراغهم طالما لافتة على طول شكل اللافتة اكتب له كده السؤال الاول التعبير الوظيفي او اكتب اللافتة واعمل شكل اللافتة سطر واحد بس واعمل له المستطيل ده واكتب اي حاجة عن القراءة ممكن اقول له القراءة غذاء العقل والروح ممكن اقول له اقرأ في اوقات الفراغ ممكن اقول له استثمر وقت فراغك بالقراءة يبقى انا كده خدت الدرجة كاملة في اللافتة في التعبير الوظيفي السؤال اللي بعد كده التاني والتالت موضوعين تعبير هتختار منهم واحد وعلشان تاخد الدرجة كاملة في التعبير في موضوع التعبير الابداعي اول حاجة لازم تعملها الافكار بكتب له كده التعبير التعبير الابداعي وابدأ اختار السؤال التاني اللي بيتكلم عن الحرية ولا هتكلم في السؤال التالت اللي بيتكلم عن المرافق العامة اول حاجة تعملها في موضوع التعبير الافكار تجيب افكار تقسم الموضوع الى اربع او خمس او تلات افكار قول اهمية الموضوع او اضراره حث الدين على اثره على الفرد والمجتمع اي موضوع بتتكلم عنه وبعد كده في نص السطر اكتب الموضوع وابدأ بالمقدمة واعمل مقدمة غير محفوظة بلاش المقدمات اللي انت حفظها ومما لا شك فيه هات مقدمة لها علاقة بالموضوع ممكن اخد راس الموضوع اللي جاتلي في الامتحان واكتبها تاني واعملها مقدمة يبقى لازم المقدمة يكون لها علاقة بالموضوع بعد كده ابدأ بقى اتكلم عن الموضوع نفسه ابدأ اتكلم عن الافكار اللي انا قلتها واستشهد اجيب استشهاد استشهد بالقرآن او الحديث اجيب آية او حديث او بيت شعر اخلي بالي احاول على قد ما اقدر مغلطش ما يكونش فيه اخطاء املاقية او نحوية تكون الكلمة مرفوعة اعملها منصوبة اكتب كلمة غلط الحاجات دي برضو بتنقصني وفي الاخر بقى خالص بعد ما خلصت كتابة الموضوع اعمل خاتمة اختم بايه لو مش عارف اختم بنصيحة اعمل خاتمة غير محفوظة ممكن اقول حكمة في اخر الموضوع او اختم بنصيحة انصحكم جميعا بالمحافظة على حريتكم واستغلالها فيما يفيد والحرص على حرية الاخرين بتكلم في الموضوع التاني المرافق العامة نصيحة لكل زملائي بالمحافظة على المرافق العامة لانها ملك الوطن والمواطنين ليتقدم الفرض ويتقدم المجتمع عملت اي خاتمة يبقى انا لو مشيت بالخطوات دي هاخد الدرجة الكاملة في التعبير الوظيفي والتعبير الابداعي السؤال اللي بعد كده ثانيا القراءة احنا خلصنا التعبير السؤال الاول والتاني والتالت كانوا في التعبير نكتب كده ثانيا القراءة السؤال الرابع اجيب عن السؤالين التاليين نكتب كده السؤال الرابع زي ما هو كاتف فرقة الاسئلة القراءة متحررة المحتوى نكرأ القطعة كويس جدا دي بتبقى قطعة من خارج المنهج عمر الانسان يقاص بما يقدمه من خير وعلم ينفع البشرية وقد ضرب العلماء اروع الامثلة في كيفية الافادة من وقت الفراغ حيث التفكر والتأمل والمراجعة والمحاسبة وقد قيل ان تفكر ساعة خير من قيام ليلة تخير الاجابة الصحيحة يعني ايه مدى؟ بمدى ما يقدمه بعد مقدار مقياس مدى يعني مقدار؟ اتنين مقابل الافادة عكس الاستفادة الضرر النجاح النافع الضرر هنختار الضرر يبقى كده في ورقة الاجابة هنقوله رقم الف واحد مراض في مدى؟ نكتب على طول الاجابة نقول مقدار اتنين مضاد الافادة الضرر رقم با فيما ضرب العلماء اروع الامثلة كما فهمت اهي موجودة في القطعة ضربوا اروع الامثلة في كيفية الافادة من وقت الفراغ حيث التفكر والتأمل والمراجعة اخد الكلام ده وانقله بالضبط في ورقة الاجابة رقم جيم ماء العائد على الفرد ايه اللي بيعود على الفرد والمجتمع من حسن استغلال وقت الفراغ لما الانسان يستغل وقت فراغه ويعمل حاجة مفيدة ده كده بيخلد اسمه اسمه يفضل باقي لو عمل حاجة لو اخترع حاجة وبالنسبة للمجتمع بيعلو شأن المجتمع وبيتقدم بالابتكارات والاختراعات الحديثة يبقى احنا كده جاوبنا على الكراءة متحررات المحتوى السؤال اللي بعد كده موضوعات الكراءة المكررة علينا في الترم الاول واول موضوع غرائب المخلوقات يبقى فرقة الاجابة اقول له الكراءة السؤال الخامس من موضوع غرائب المخلوقات لقد قاومت تلك الثعابين الصغيرة الطيارات القوية وغلبت الامواج على كل شاطئ دفعها قانون خفي وفترة فطرها الله عليها الى الرجوع حيث كانت بعد ان تتم الرحلة كلها ألف اختر الاجابة الصحيحة معنى خفي مستتر ظاهر مغمور خفي يعني مستتر مضاد قاومت عكس تقاوم هجمت استسلمت تعبت عكس تقاوم تستسلم يبقى استسلمت مفرد الطيارات الطارة طيار وطر مفرد الطيارات الطيار وفي ورقة الاجابة اوعى تنسى وتحل في ورقة الاسئلة وتسيب ورقة الاجابة اقول له كده في ورقة الاجابة ألف رقم واحد معنى خفي مستتر مضاد قاومت استسلمت مفرد الطيارات الطيار اكتب الاجابة بس رقم ب اكمل العبارة التالية بما ترى مناسب إذا ترك الحصان يمشي وحده فإنه يلتزم الطريق مهما اشتد الظلام ويحس باختلاف درجات الحرارة في الطريق بعينين تتأثران قليلا بالآشعة تحت الحمراء أخذ الإجابة واكتبها في وراءة الإجابة رقم جيم متى تهاجر الثعابين المائية؟ إحنا عارفين بتهاجر لما يكتمل نموها وأين يكون مقصدها بتروح فين؟ لجنوبية برموضة يبقى الإجابة أقول له تهاجر عند اكتمال نموها قصدها جنوبية برموضة رقم دال علل ترى نحلة العسل الأزهار أكثر جمالا وزهوا في نظرها ليه بتشوفها أكثر جمالا؟ لأنها ترى الأزهار بالضوء فوق قلب نفسي جيد السؤال اللي بعد كده من قصة عقبة بن نافع أشد خط وأقول له من قصة عقبة بن نافع السؤال الأول واحد اختر الإجابة الصحيحة انضم من أهل مصر لجيش العبادلة كم ألف؟ خمسون ستون سبعين احنا عارفين طبعا انضم ستون ألفا اتنين استأذن من اللي استأذن الخليفة عثمان بن عفان لفتح إفريقيا؟ عبدالله بن سعد فورية الإجابة ألف واحد ستون اتنين عبدالله بن سعد با ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ ونتأكد عشان لو عايز تصويب هنا مش عايز واحد حصر المسلمون طرابلس لمدة شهر؟ آه دي عبارة صحيحة اتنين استطاع القائد بصر بن أرطأ فتح فزان؟ من اللي فتح فزان؟ وقبة بن نافع إنما بصر بن أرطأ فتح ودان يبقى هنا العبارة دي خاطئة يبقى فرقت الإجابة وقول له واحد صح واتنين خطأ جيم علل بما تفسر اذكر السبب تسمية الجيش الذي جهزه عصمار بن عفان لفتح إفريقيا ليه سمية بجيش العبادلة؟ الإجابة لأن الجيش ده كان يضم الكثير ممن يبدأ اسمهم بعبد الله علشان كده سمية بجيش العبادلة يبقى احنا كده جاوبنا التعبير والقراءة المتحررة ودرس القراءة وقصة عقبة بن نافع النصوص والسؤال الأول في النصوص إجباري أجب عن سؤالين منهم الأول يعني منهم الأول يعني لازم أجاوب على النص الأول والتنين اللي بعده هختار منهم واحد وأنا رأيي أن انت لازم تجاوب كل الأسئلة لأن اللي بيصحح بيختار لك الدرجة الأعلى تعالوا مع بعض نحل النص الأول من نص العمل حياة السؤال السادس في ورقة الإجابة نكتب ثالثا النصوص السؤال السادس من نص العمل حياة ونقرأ كويس جدا قال تعالى السؤال الأول ألف استخرج من الآية السابقة كلمة بمعنى عودتها عايزك تستخرج من الآية كلمة معناها عودتها ولسليمان الريحة غدوها يعني غدوها ذهبها ورواحها يعني عودتها يبقى ايه الكلمة اللي بمعنى عودتها يبقى ايه الكلمة اللي بمعنى عودتها يبقى ايه كده ألف واحد معنى عودتها رواحها اتنين كلمة مضدها نعيم عكس النعيم هلاقي هنا كلمة عذاب نذقه من عذاب عكس العذاب النعيم يبقى ايه رقم اتنين نعيم رقم تلاتة كلمة مفردها الجني يبقى جامع الجني الجني يبقى ايه الكلمة اللي مفردها الجني اقوله رقم تلاتة الجن وتأكد طالما قالك استخرج اتأكد ان الاجابة موجودة في الاية لانها لو صح ومش موجودة في الاية مش هتاخد برضو الدرجة با بما انعم الله تعالى على نبيه سليمان عليه السلام انعم عليه بايه سخر له الجن وصخر له الرياح واذاب له النحاس نكتب التلاتة السؤال اللي بعد كده رقم جيم واحد ما الجمال فيه نزقه من عذاب السعير نقوله ده تعبير جميل بيشبه او بيصور العذاب بالطعام اتنين ماذا افاد تقديم الجر والمجرور له واسلنا له عين القطر جاب له الاول قبل عين القطر تقديم الجر والمجرور يفيد الايه يفيد التوكيد والتخصيص ربنا بيأكد ان النعمة دي خاصة بمين خاصة لسيدنا سليمان رقم دالة من الاخلاق الفاضلة مساعدة الفقراء والعفو عند المقدرة والتواضع اكتب من محفوظاتك من النصوص لهذا العام حديث شريف ايه الحديث الشريف اللي فيه المعاني دي حفظين طبعا ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه يبقى احنا كده جاوبنا على السؤال الاجبار من النصوص السؤال اللي بعد كده اللي هنختار منهم واحد السؤال السابع الاول من نص فضل العلم والعمل فرق الاجابة من نص فضل العلم والعمل والخاملون اذا غضوا تتلومهم واحد مراضي في الخاملون يعني الخاملون الجبناء الكسالة الضعفاء هي الكسالة اتنين مقابل تترنم تترنم يعني تجد وتغني يبقى عكسها تبكي تلاتة جمع الجهالة الجهلاء لا الجاهلون الجهلاء والجاهلون مفرطها الجاهل الجهالة جمعها الجهالات يبقى فرق الاجابة هقول له مراضي في الخاملون الكسالة مقابل ومضاد تترنم تبكي جمع الجهالة الجهالات با تتناول الابياد صنف بغيد يعني مكروه من البشر وضح ذلك مبينا كيف رسم الشاعر السبيل لمواجهتهم ايه الصنف ده اللي هم الكسالة طيب وكيف نواجههم نواجههم بالعلم رقم جيم ما الجمال في قوله احياء كاموات الوغة بيشبه الاحياء باللي متوفين الوغة يعني الحرب يبقى نقول له كده جيم واحد تعبير جميل بيشبه الكسالة باموات الحرب رقم اتنين جهالتهم وعلمك عكس العلم الجاهل يبقى الكلمتين بينهما الكلمتين بينهما تضاد يبقى فرقة الاجابة هقول له بينهما تضاد يؤكد المعنى ويوضيحه رقم دال هات من النص عشقناك يا مصر بيتا يدل على ان شباب مصر شباب مصر لهم دور مميز في كثير من البلدان يبقى نقول له سيبقى شبابك رغم الليالي ضياء يا شعع على العالمين النص التاني السؤال اللي بعد كده التامن اكتب كده السؤال التامن من نص الحب عطاء وانا عارف ان النصين دول مفروض تختار منهم واحد بس احنا اتفقنا ان احنا في الامتحان هنجاوب الاتنين علشان اللي بيصخح يحسب للدرجة الاكبر ما اجمل ان نحيا سعداء اختر الاجابة الصحيحة مراضف الانداء في دنيا تغمرها الانداء الانداء يعني لايه؟ احنا عارفين يعني الكرم هنا قطرات الماء البخل الجود هنا الجود بمعنى الكرم يبقى فرقة الاجابة الف واحد مراضف الانداء الجود مقابل بغضاء بغضاء يعني كراهية يبقى عكسها محبة او مودة يبقى نقول له رقم اتنين مودة تلاتة قائل الابيات نص الحب عطاء صالح هواري ولا صالح شرنوبي ولا صالح جودة هو قائل الابيات الشاعر صالح هواري رقم باء الحب هو السبيل الوحيد لتحقيق السعادة ابسط العبارة من خلال فهمك للابيات يعني ابسط يعني هتشرحها يعني هتشرح الابيات وتقول لنا ان الحب هو الطريق لتحقيق السعادة بان نحيا حياة سعيدة ونتعاون ولا يوجد حقد او كراهية ونعيش في محبة وكرم ونساعد الضعفاء زي ما جه في الابيات رقم جيم يبقى باء هنا الشرح اللي انت هتكتبه جيم ما مدى الابداع يعني ايه الجمال في التعبيرات دي اظهار الحب بيشبه الحب بايه بيشبه الحب بشجرة او نبات له اظهار بنستظل بها وبتحمينا وده طبعا بيوحي بيدل على حاجتنا للحب لكي نعيش في سعادة اتنين الجمع ما بين كلمة سعداء وبغضاء هتقول لي بينهما ايه؟ ما تتصرعش وتقول تضاد ولا تراضف ده هنا اتفاق نهاية الشطرين بينهما ايقاع موسيقي يبقى نقول له كده بينهما ايقاع موسيقي تطرب له الازن ده الهات من نص عشقناك يا مصر بيتا يدل على ان شباب مصر يعشقون بلادهم عشق الابناء لامهم بيحبوا مصر زي ما تكون امهم عشقناك صدرا على طول عشقناك صدرا رعانا بدفئن بانطال فينا زمان الحنين يبقى احنا كده جاوبنا على النصوص السؤال اللي بعد كده من النحو على طول فورات الاجابة رابعا النحو الف الاعراب ارسم جدول اكتب كل الكلمات اللي انا هاعربها اول كلمة تاريخ نبدأ بقى نعرب مع بعض لمصر تاريخ دي جملة ايه؟ دي جملة اسمية ترى ما الجملة بدأت بجر ومجرور اعرف ان المبتدأ مؤخر كان اصلها تاريخ لمصر يبقى تاريخ هنا دي مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضم مبتدأ مؤخر ولمصر دي الخبر خبر شبه جملة جر ومجرور تاريخ عريق عريق دينات بيقبل عليها السائحون جملة فعلية يقبل الفعل مين اللي بيقبل السائحون يبقى دي الفاعل وفاعل مرفوع ودي جمع مذكر سالم يبقى مرفوع بالواو يبقى اقول له فاعل مرفوع وعلامة رفع الواو لانه جمع مذكر سالم كيف يقبل السائحون فارحين تبقى حال منصوب وعلامة نصب الياء فمصر من اعرق البلاد الفاعل دي ولا لها لازمة خالص مصر مبتدأ من اعرق دي جر ومجرور من اعرق البلاد حضارة والسائحا الذي يتجول في بلادنا وممه سائح devastated الذي يتجول في بلادنا يرى نهضتها يبقى هنا دي جملة فعلية يرى دي الفعل نهضتها دي مفعول به نهضتها الحديثة وصفنا النهضة بانها حديثة ونهضتنا معرفة لان فيها ضمير والحديثة معرفة لان فيها الف اولام يبقى هنا كده معرفة ومعرفة ووصفنا النهضة بان الحديثة يبقى الحديثة دي نعت ونهضتنا دي منصوبة يبقى هنا نعت منصوب وعلامة نصب الفتحة فينقل ذلك الى بلاده ايه لا دي حرف جر يبقى بلادي اسمه مجرور وعلامة جر الكسرة رافعا من قدر مصر احنا كده جاوبنا خلاص على الاعراب السؤال التاني با استخرج من الفكرة واحد خبر شبه جملة تاريخ مبتدى يبقى لمصر دي خبر شبه جملة مصر مبتدى من اعرق برضو خبر شبه جملة يبقى قلو كده با الاستخراج رقم واحد لمصر او من اعرق كده انا كتبت اتنين هو عايز خبر واحد رقم اتنين كلمة تبدأ بهمزة قطع اي كلمة اولها الف عليها همزة اهو اعرق البلاد يبقى اعرق دي همزة قطع والبلاد دي وصل هو عايز واحدة قطعة واحدة وصل يبقى اقول له اعرق البلاد جبت له الاتنين رقم تلاتة ضمير مستتر يبقى ادور على فعل يكون الفاعل محزوف هلاقي عندي يتجول دي الفاعل فين الفاعل يتجول هو يبقى اقول له كده رقم تلاتة يتجول دي فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يبقى انا جبت ضمير مستتر وقلت تقديره رقم اربعة فعل صحيح وبين نوعه احنا عارفين الصحيح لو فيه همزة يبقى مهموز فيه حرف مضاعف يبقى مضاعف ثلاثي او مضاعف رباعي لو اول حرفين زي اخر حرفين لو ما فيهوش لهمزة ولا تضعيف يبقى سالم نبدأ كده نشوف الفعل يقبل الماضي منها قابلة يبقى صحيح يبقى نقول له قابلة ده صحيح ونوعه ولا فيه همزة ولا تضعيف يبقى صحيح سالم وزيها ينقل الماضي نقل برضو صحيح سالم رقم خمسة عايز فعل معتل ومعتل يكون اجوف يعني وسط علة نجي نستخرج من القطعة هنلاقي يرى الماضي منها رأى ده اخره علة يبقى ناقص تبقى ما تنفعش هو عايز اجوف طب يتجول الماضي جالا ايوة وسط علة يبقى كده اجوف يبقى نقول له رقم خمسة يتجول هكتبها له زي ما هي موجودة في القطعة بس انا عشان اتأكد لازم اجيب الماضي المجرد رقم ستة ضمير متصل اي كلمة فيها ضمير هقول مثلا الهاء في كلمة بلاده واي ضمير بيتصل بالاسم بيكون في محل جر مضاف اليه كده انا جوبت الاعراب وجوبت الاستخراج الصفحة تمالت نفتح صفحة جديدة ونكتب رقم جيم واحد العلم مفيد دي الخبر نوعه مفرد عايزك تحول الخبر المفرد تخليه جملة فعلية مفيد دي اسم خليها فعل يبقى اقول العلم يفيد اتنين يعبد ايمن الله يبقى ايمن دي قطعة ولا واصل من شكلها الالف على همزة يبقى على طول قطعة يبقى اقول له همزة قطعة السؤال اللي بعد كده رقم تلاتة لم يعد التاجر الى داره قبل ان يعد نقوده حدد نوع الفعلين من حيث الصحة والاعتلال هتقول لهو صحيح ولا معتل وتبين نوعهم يعني لو صحيح هتقول لهو سالم ولا مهموز ولا مضاعف ولو معتل هتقول لهو مثال ولا اجوف ولا ناقص هنا الفعل يعد يعد التاجر الى داره من الفعل عادة وعادة ده معتل وسطه ومعتل اجوف برافو انما الفعل التاني يعد من الفعل عدة وده صحيح وصحيح مضاعف يبقى هنقول له كده رقم تلاتة الفعل الاول يعد من عادة وده معتل اجوف والفعل التاني بيعد الماضي منها عدة ده صحيح وصحيح مضاعف السؤال اللي بعد كده رقم اربعة اكرمنا اخوك اكرمنا اخاك ايه الفرق؟ انا عايز احدد نوع الضمير اللي هو الناء الضمير المتصل فيما تحتوه خط عندنا الناء لو احنا اللي عملنا اسأل الفعل لو احنا اللي عملنا يبقى دي ناء الفاعلين مش احنا يبقى نائل مفعولين ونال مفعولين في محل نصب مفعول به ونال فاعلين في محل رفع فاعل هبدأ اشوف في الجملة الاولى اكرمنا ولا اكرمنا هنا اخوك دي مرفوعة لان الاسماء الخامسة بترفع بالواو اقول اخوك وبتنصب بالالف اقول اخاك وبتجرب الياء اقول اخيك يعني اخوك دي مرفوعة يبقى هنا اخوك دي الفاعل يعني النا دي هتكون نائل مفعولين في محل نصب مفعول به يبقى النطق الصحيح اكرمنا اكرمنا من اللي اكرمنا لا مش احنا اخوك يبقى النا هنا دي نائل مفعولين وفي المثال التاني اكرمنا ولا اكرمنا هنا اخاك دي منصوبة تبقى مفعول به يبقى احنا اللي اكرمناه يبقى نقول اكرمنا اخاك والنا هنا هتبقى نائل فاعلين من اللي اكرم احنا كده اللي اكرمنا اخاك يبقى دي ناء الفاعلين يبقى نقوله في ورقة الاجابة في المثال الاول هنا اكرمنا اخوك دي ناء المفعولين وفي المثال التاني اكرمنا اخاك دي ناء الفاعلين ناء المفعولين في محل نصب مفعول به وناء الفاعلين في محل رفع فاعل يبقى احنا كده جاوبنا على النحو السؤال اللي بعد كده الخط وده مهم برضو لازم تكتب نسخ ورقعة كويس علشان تضمن درجات الخط في ورقة الاجابة هنقوله خامسا الخط ونكتب الجملة اللي موجودة قدامك في ورقة الاسئلة تنقلها صح جدا الحرف هيفرق معاك لو حرف غلط هتنقص لان ده خط هنا بيقول فازفر بعلم تعش حيا به ابدا فالناس موتى واهل العلم احياؤه يبقى خلي بالك بقى وانت بتكتب نسخ ورقعة الفرق ما بين النسخ والرقعة الراء النبرة اللي فوق الساطر بنشيلها في الرقعة الميم والعين بنقفلها الشين بنعمل الشين شرطة والنقاط مثلث والنقاط النقطتين الفرق ما بين النسخ والرقعة الناس السين في النسخ والرقعة علشان دي الحاجات اللي المصحح بياخد باله منها وهو بيصحح درقتك يديك الدرجة كاملة وفي الاخر اخر سؤال بيكون عند الاملاء وبعد ما تتملى تقرأ اللي انت كتبته علشان تاخد الدرجة كاملة وبكده يبقى احنا حلنا مع بعض امتحان كامل وعرفنا ازاي بنحل في ورقة الاجابة بتمنى كون قدرت افيدكم لكم مني كل الحب والاحترام اشكركم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة